السلام عليكم متتبعيه الكرام ومرحبه بكم معي في هاد الفطائر الشاهية اللي غادي نوجده مع بعضياتنا كيفما كتلاحظوهم كيجوا رائعين اه فهما كيجيوا على شكل البانيني وكندرهم اصلا فلاباري ديال البانيني والعجينة ديالهم سهلة خليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقة التحضير اللي هي في متناول الجامع وهاد العجينة كذلك السحرية كيف دلنا حصلنا عليها بالنسبة للمقادير اللي عندنا هنا كيفما كتلاحظو عندي واحد ال 500 جرام ديال الدقيق الفورس النوعية ممتازة وكأس من الساميد الراقيق او الفينو يلكم حرية الاختيار انا عندي هنا يا ساميد الراقيق غادي نحتاج كأس كبير من الحليب الدافئ وما زال غاستعن بالماء لان ما غاديش يجمع لي العجين وغادي نحتاج كذائك كأس لاروب من الزيت وجوج معلق كبار من الخامير الفورية ونصف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من السكر حبيبات أول حاجة كنبدأ بيها هي أنني كنقبض هذك الخامير الفورية وكنوضعها على الحليب وكنوضع لها السكر حبيبات وكنوضع لها السكر حبيبات وكنوضع لهم نسيان ونخليهم يتفاعلوا مع بعدياتهم ما بين سبعة حتى العشرة ديال الدقال ولكن كيبقى على حسب حرارات المطبخ ديالكم راهم بفشغة يتفاعلوا كيبانو لكم بأن الكأس تملأ بالخاميره أنا هنا غادي نغطيه ونخليه علاجا حتى كدوز المدة اللي غادي نشوف الخميرة ديالي تفاعلت وعد نبدأ نعجن بيه بعدما تفاعلت الخميرة كيفما لاحطتو الكأس صباح مملوء غادي نضيف الملح على ذاك الدقيق وغادي نحرك هذه الخميرة حتى تنزل شوية باش تتمتزج مع بعضياتها وغادي ندير الدقيق في الآلة العجن تمام ممكن تعجنوها بيديكم أنا غادي نديرها في الآلة العجن وغادي نعجنها نخلط أول حاجة نخلط النواشيف مع بعضياتها وعاد نضيف الحليب وعاد نضيف الماء الدافئ باش نجمع العجن وعاد نضيف تدريجيا الزيت النباتية كيفما كتلاحظو نضيف الزيت النباتية حتى نضيف نصف كأس كامل العجنة ستكون رخ وأبز ولكن ذلك الزيت فاش نضيف ورمك يخليها تلتصق هنا هي دية العجنة اللي حصلنا عليها سنضيفها بالقليل من الزيت وغادي نغطيها بورق بلاستيك وغادي نخليها في واحد الجاني بتختامر حتى تضعف الحجم ديها وفي هذا الأدناء ندوز نوجد الحشوة اللي غادي نديره سوف نحتاج هنا جوج بصلات كبارين مشلدين وجوج فليفلات ممكن تدرون بالألوان انا هنا يكن قدي باللي عندي عندي وحد مئتين وخمسين جرام ديال الزيت وكأس نصف كأس تقريبا زيت نباتية المعدنوس او البقدونس يابس مقطع رقيق البودغ ديال التوماء اه الكمون او لأه عندي هنا ايه هدا القصبور يابس مدقوق ودول بابريكا مع القصغير ديال كامون مع القصغير ديال الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل اسود اه بالنسبة المعدنوس ممكن تضيفه هنتو مطري انا عندي هنا غير اللي يابس سوف نضيف هذيك الزيت على البصيلة والفليفلة وغادي نشحرهم حتي نزلوه شوية يعني ركيبا وليابا انه مبقاوش كيفما كانوا حتى ناوه في المر الاولى فهذيك الاثناء كان بدا نضيف الكفتة كان قطع ونضيف الكفتة ونبدا نحرك فيها حتى تفتت مع ذيك البصيلة ومع ذيك الفليفلة ما كتبقاش هكا كمكورة سوف نضيف التوابيل سوف نحرك مع بعض اياتهم ونخليهم حتى يتشحروا ما كيبقاش فيهم الماء بتاتا كيبقى غير ذيك الزيت اللي درنا فاش حرنا البصيلة ولا تلقت لنا الكفتة شوية سوف نضيف الكفتة ونضيف الكفتة ونضيف الكفتة ونرى العجين رخوة رائعة لا تستعملها في جميع المعجنات حتى في البيتزا فهي تأتي فعلا رائعة ونضيف الكفتة 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 ونقوم بقليل من نتقل ونضيف الكفتة الليلة وحيث نقسم نقسم الصمير نضع كمية نضع كمية نضع كمية نضيف حرية الاختيار نضيف الحشوة 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 نغير الكفتة نضيف كمية كاملة نضيف كمية كاملة نضيف كمية كاملة نضيف كمية كاملة نضيف كاملة نضيف كاملة نضيف كاملة نضيف كاملة سوف اقفل الشهي نحن نقلبها حتى كالطيب من الجوانب تستحق التجربة و المنظر رائح و احترى احدي الهم هذه هي النتيجة اللي حصلنا عليها فتبارك الله انا حصلت على ثلاثة الاطباق ممكن تديرهم في الكنزيلاتر ممكن تجربهم غير هكا و تاكلهم مرة مرة فكنت منع انكم تجربوهم فصراحة يستحقوا انا سوف نقطع معكم انا سوف نقطع معكم انا سوف نقطع معكم وحيدة باش تشوفوها ممكن تضيفهم في الداخل ديالها حتى الف خوماج فهي غدا تجي ارواح و ارواح كانت هذه هي الوصفة ديالنا دياليوم متنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم مني كل جديد دمتم في رعاية الله و الى الملتقى في وصفة جديدة اشتركوا في القناة